عزيز المشاهد تأكد انك محظوظ انك بتشوف انجلترا للمرة الاولى في تاريخة في بطولة اليورو بتصل لمباراة النهائية انجلترا بتفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ويمبلي الفاضي يرجع لهاري كين اللي سجل الهدف التاني رغم ان هي ضرب الجزاء تصدى لها كاسبرش مايكل ولكن هاري كين نجح انه يكمل الكرة ويسجل الهدف التاني لانجلترا اللي بيقودها ليه المباراة النهائية امام ايطاليا اللي هتقوم يوم الحد الساعة 9 هاري كين رفع اهدافه الشخصية في بطولة اليورو 2020 لاربع اهداف على بعد هدف وحيد من معادل كريستيانو رونالدو نجم البرتغال وهدفها ومعادلة كمان باتريك شيك مهاجم من متخب الشيكي هاري كين لو ما سجلش هدفين كريستيانو رونالدو هيخطف لقب الهداف لان وقتها في حال التعادل اكتر من اللاعب بيتم اللجوء للأسستات او صناعة الاهداف اللي بتفوق فيها كريستيانو رونالدو اللي صنع هدف وحيد ولكن باتريك شيك لم يصنع اي هدف ففي الحالة دي هاري كين محتاج يسجل هدفين في المباراة النهائية عشان يخطف لقب الهداف ويقود انجلترا للتتويج ببطولة اليورو الاولى لها في التاريخ بيكفورد جمان حارس انجلترا زي كاسبرش مايكل او ارقامك يا سيا كاسبرش مايكل نجح ان هو يتصدى لسبع كرات امام انجلترا اكبر عدد كرات يتصدى لها بالتوازي او بالتعادل مع والدو بيترش مايكل في مباراة المانيا سنة 92 كاسبرش مايكل النهاردة بيتقلق ويتصدى لسبع كرات امام انجلترا في مباراة نص النهائية بقى اعظم حارس في تاريخ دنمارك زيه زي بيترش مايكل الحارس التاريخي بيكفورد نجح ان هو يكسر رقم جوردين بانكس بعد ما وصل لسبعمية خمسة وعشرين دقيقة محافظة على شباك ونظيفة جوردين بانكس كان موصل لسبعمية وعشرين دقيقة خمزة بس عداهم بيكفورد قبل ما الدنمارك تسجل اول هدف في شباك انجلترا في البطولة دي واول هدف في البطولة من ركلة حرة عن طريق اللاعب دامس جارد كمان مبارات انجلترا والدنمارك شهادت هدف عكسي عن طريق مدافع كاير اللي سجل الهدف العكسي رقم 11 في بطولة اليورو 2020 تاريخي اليورو كله من سنة ستين لـ 2016 تسعة اهداف عكسية يورو 2020 11 هدف عكسي هو هدف البطولة الاهداف العكسية اكتر من رونالد واكتر من باتريك شك واكتر من هاريكين واكتر من اي لاعب في البطولة هاريكين كمان عادر رقم جاري لينكر هدى في انجلترا في كافة البطولات الكبرى كاس العالم واليورو عشر اهداف سجلهم جاري لينكر النهاردة هاري كين بيعادلوا وبيكون هدى في انجلترا عبر التاريخ في البطولات الكبرى كاس العالم وبطولة اليورو انجلترا اخيرا بتكسر عقدتها في مباريات نص نهائي بعد خسارة نص نهائي بطولة 68 قصادي غسلافيا وخسارة نص نهائي بطولة 96 امام المانيا بدربات الترجيح اللي وقتها ساوس جيت المدرب النهاردة ضيع ضرب الجزاء قصاد كوبكا حارس ألمانيا النهاردة ساوس جيب يقود إنجلترا لتخطي العقدة وإنهاء العقدة والتأهل للنهاء التاريخي الأول في تاريخ إنجلترا إنجلترا هتقابل إيطاليا إيطاليا هو النهاء الرابع لها في تاريخها بس للأسف لم تتوج إلا بطولة واحدة سنة 68 إيطاليا فازت على ياغسلافيا في نهاية سنة 68 بهدفين نظيفين بعد عدت المباراة وسنة 2000 إيطاليا خسرت قصاد فرنسا بالقضية بالهدف الزهب اللي سجلت ريزيجي وخسرت كمان سنة 2012 أمام إسبانيا بربعية نظيفة واحدة من أكبر النتائج في تاريخ نهائي اليورو إيطاليا بعد معدت إسبانيا نجحت نهاية تقصي إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ من بباراة نص النهائي إسبانيا عمرها ما خرجت من بطولة كبرى سواء اليورو أو سواء كاس العالم من نص النهائي إيطاليا النهاردة بتقصيها من نص النهائي للمرة الأولى في تاريخ أسبانيا كمان إيطاليا بتنتقم وتسأر من خسارتي بطولة 2008 في دور الثمانية أمام إسبانيا وكمان خسارة النهائية 2012 أقصت أسبانيا في بطولة 2016 من دور الستاشر وأقصتها في بطولة 2020 من نص النهائي يوم الحد الساعة 9 أنظرنا كلها هتتوجه لملعب وينبلي عشان نتفرج على نهائي تاريخي ما بين إيطاليا وإنجلترا إيطاليا بتسعى للتتويع ببطولة اليورو الأولى لها في التاريخ أما إيطاليا بتسعى للتتويع ببطولة اليورو التانية لها في التاريخ توقعوا طبعا من خلال صفحة اليورو على الموقع يلا كورا توقعوا نتيجة المباراة واللي طبعا نتيجة المباراة واللي هيتوقع نتيجة المباراة بشكل صحيح هيفوز معنا ببلايست extraction 5 كنتم معاكم محمد مصفحة تكلمنا عن مباراتين نص النهائي ان شاء الله نتقابل بعد مباراة الهائية ونتكلم عن من يتوجب بالتوتي اليورو انجلترا والاطاليا